ضبطت الأجهزة الأمنية مرتكبي عملية السطو المسلح على صيدليتين ليلة الجمعة في منطقة مرج الحمام وشميساني في العاصمة عمان مصدر أمني قال إن بلاغين متتاليين ورداء حول قيام شخصين مجهولين ملثمين بدخول وبحوزتهم سلاح ناري إلى صيدليتين في العاصمة عمان إحداهما في منطقة شميساني والأخرى في منطقة مرج الحمام وقام بتهديد العملين فيهما وصرقة مبالغ مالية والفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزتهم هذا وأضف المصدر أن كوادر البحث الجنائي ومديرية الشرطة تحركت لموقع الصيدليتين وجرى على الفور التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي كان يستقلانها وفتح وفتح نقاط الغلق في مختلف مناطق العاصمة للبحث عن المركبة وضبطها ومن بداخلها إلى ذلك قرر مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقية ترفيع تقيم دورية النجدة الذين ألقوا القبض على الشخصين الذين سلباء الصيدليتين إلى الرتبة التي تلي رتبهم وقال بيان صادر عن الأمن العام أن مرتبات الدورية أظهروا كفاءة وقدرة شراطية وحسا أمنيا عاليا هذا وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية استطو لم يتم التأكد من صحته